السلام عليكم ورحمة الله نعطيكم العافية يا عاشر اليوم إن شاء الله رح نحكي عن النباتات الوعائية البدرية واللي عندي آخر درس موجود عندي في الكتاب النباتات الوعائية البدرية بتتميز يا عاشر إنها أكثر النباتات انتشارا في كل البيئات على سطح اليابسة موجودة في كل البيئات على سطح اليابسة وهي أكثر انتشارا كيف بتم اختزال النباتات الوعائية أو كيف بتم تكوين الزايقوت نفس الطريقة اللي تكونت فيها النباتات الوعائية وعائية. هلأ النباتات اللا وعائية زي ما قلنا انه كان فيه لها دور حياة. طور جاميتي وطور بوغي. تمام? مش حكينا فينا طور جاميتي وطور بوغي. هلأ دولة الطورين بيحتاجوا الى بيئات رطبة حتى يقدر تنتقل البويضة الى الجاميات الذكري. تمام? حتى يصبح هنا انتقال بين الجاميات الذكري والبويضة. كمان مرة النباتات اللا وعائية لها دور حياة يسود فيها الطور الجاميتي والوعائية اللا بدرية طور بوغي الطور الجاميتي والطور البوغي كلاهما يحتاج إلى إيش بأرطبة حتى ينتقل الجاميتي الذكري إلى الأنثوي نفس الطريقة عاشر هي مراحل تكوين البذور بسر تلقيح بين البويضة وحبة اللقاح بيعطيني بويضة مخصبة اللي هي الزائك وتبتنقسم انقسام متساوي تتحول إلى بدر تتألف من حبتين هاي البذر الموجود فيها يحاط في غلاف سميك حتى يتم حمايتها تمام إذا نفس الطريقة اللي أخذناها في النباتات اللاوعائية فسر سبب كل من تحتفظ البذرة بحيويتها لفترة من الزمن تصل لعدة سنوات البذرة لها القدرة على مقاومة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة رح أرجع أعيد تعاد النباتات البذرية أكثر النباتات تنوعا وانتشارا في كل البيئات على سطح اليابسة يعني يا عاشر لما أسألك أكثر النباتات تنوعا وانتشارا اللي هي النباتات البذرية كيف يتم اختزالها أو كيف يتم تكوين الزايقوت في عندي النباتات الطور الجاميتي والطور البوغي يحتاجوا إلى بيئات رطبة حتى يقدر الطور الجاميتي يطلع منه الجاميتات الذكرية حتى يروح على الطور البوغي اللي هي البويضات ويتم تكوين الزايقوت هاي يكاتبين لك مراحل تكوين البذور تلقيح البويضة حبة اللقاح تنتج بويضة مخصبة زايقوت يتحول البيض عن طريق القسامات متساوية إلى بدرة تتألف مين حبتين كل بدرة فيها حبتين يحاط بينهما غلاف سميك يدعى غلاف البذرة فسر سبب كل مين تحتفظ البذرة بحيويتها لفترة من الزمن نستصل إلى عدة سنوات السبب لقدرتها على مقاومة الجفاف وارتفاق درجات الحرارة تمام يا عشر نكتبه على الدفتر ونحفظ مميح ويعطيكم ألف عافية